طيب خلونا نروح بقى للي مشرفنا بالمعنى الحرفي يعني لمحمد صلاح اللي الحقيقة دايما يعني الناس دايما شايفاء انه هو لعب استثنائي وكمان انسان استثنائي قصة كفاح ونجاح طويلة جدا مليان عراقيل تم تزليلها نتيجة اصرار ودأبه وعزمته الكبيرة وانه كان بيشتغل على نفسه كلام كتير قوي اتقال وبيتقال ولسه هيتقال عن محمد صلاح كونوا ايقونة يعني على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الشخصي والانساني كمان يعني دايما محمد صلاح اي صورة حتى ليه اي خبر ليه غالبا ما بيكون مقترن بامر طيب ما يعني لفتة انسانية بيعملها تاتش تواضع حركة لطيفة مهارة طبعا انا مش بتكلم بقى كمان على الكورة بتكلم حتى على الصعيد الشخصي والانساني دايما حتى اي صورة بتنتشر لمحمد صلاح وتماتيك بتاخد العين والحقيقة دايما دايما بيكون يعني اي امر مرتبط بمحمد صلاح غالبا ما بيكون امر طيب واجابي وملهم كمان تعالوا بقى الروح لمحمد صلاح اللي نشر يعني انبارح صورة ليه بيرحب من خلالها بزيارة اسطورة كرة السلة الامريكية السابق ستيف كير لمركز تدريبات ليبربول ونشر محمد صلاح صورة عبر تويتر وعلق عليها قائلا مع اسطورة كرة السلة ظهر محمد صلاح ومعه ترينت عليكزاندر ارنولد ومعهم باندايك كانوا هم ثلاثة مع لعب كرة السلة الاسطوري السابق ومدرب الوريورز الحالي ستيف كير بالمناسبة ستيف كير هو مدرب يعني محترف في عالم كرة السلة وكان لعب محترف سابق وهو المدرب الرئيسي لفريق جولدن ستيت ووريورز التابع اكيد للاتحاد الوطني لكرة السلة الامريكية سبق وتوج بطلا للدوري الامريكي للمحترفين ثمان مرات بعد ما فاز بخمسة القاب كلاعب تلاتة منهم كان مع شيكاكو بولز لو انا مش غلطان وتلاتة مع ووريورز يعني كمدرب رئيسي احنا منتكلم على واحد من اساطير كرة السلة الامريكية ويعني تقدر تقولوا كده ايه اساطير مع بعضي ومحمد صلاح مع اسطورة كرة السلة الامريكية كانت برضو يعني صورة لطيفة ولفتة لطيفة من محمد صلاح